يو يو داتي بايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا عائلة الهوكاقي اتمنى لكم ساحة جيدة وبالف خير دائما بنشوف ملخصات الانيمي ناروتو والملخصات دي بتكون بترخيص احداث الانيمي من بدايته الى نهايته لكن الاحداث بتكون مفرقة عشان كده اليوم جبت لكم فكرة جديدة ويشرخيص انيمي ناروتو حسب الخط الزمني والاحداث بالترتيب يعني من اول شيء صار بعالم ناروتو الى اخر شيء صار بالانيمي عشان كده اذا بدكش خلي صديقك يشاهد ناروتو وما بده يشاهد كل الفضل ذو الاحداث الجانبية شارك مع هالمقطع وراح يشاهد قصة ناروتو من الاول الى الاخير قبل ما نبدأ حاب اشكر الجميع في القناة لانه اخيرا عائلة الهوكاكي وصل عددها لعشرين الف شخص والعدد فيتي زايد فحقا بشكركم كشير فبدو ما اطول عليكم اذا بتحب ناروتو وعجباش فكرة على المقطع تأكد من شركك لللايك واذا انت جديد ما راح منبك في عائلة الهوكاكي اشترك وفعله لجرس وتأكد من جلبك لشيء تاكله او تشربه عشان تتونس مع قصة ناروتو ويلا بنا خلونا نبدأ قبل الف سنة من بداية قصة انيمي ناروتو وولادة بطل القصة اوزوماكي ناروتو كاغويا ويتشيكي اوتوتسوكي نزلوا للارض لحصاد فاكهة التشاكرة من الشجرة المقدسة كاغويا كامل مفترض انها تضحي بنفسها للشجرة المقدسة لكي تعطي الشجرة ما راها اذا هي طرق الاوتوتسوكي في التعامل شخص بضحي والشخص الاخر بياخذ الفاكهة لكن كاغويا خانت ايتشيكي وتسببت له بجرح خطير خلاه غير قادر على الحراك بعدها كاغويا دخلت في علاقة مع حاكم بلاد لكن بعدها تم نفي كاغويا بسبب الحرب اللي بدأت بسببها كونها شيء خطير على العالم وانها من مكان اخر بسبب ضعف كاغويا قررت انها تاكل فاكهة التشاكرة ودا سمح لها انها تفعل العين التالتة عين الرينشارينغان ودي العين تسمح لك انك تفعل اقوى تقنية في انيمي ناروتو تقنية التسوكي يومي كل دا عملته كاغويا عشان تنهي كل الحروب اللي على كوكب الارض وبعتقد ان في بعض منكم بيعرف ايش يصير لما تفعل تقنية التسوكي يومي النهائية بدي تقنية كاغويا بتقدر تحبس سكان الارض باكملهم في الوهم للابد بعدين بنعرف ان كل الناس اللي انحبسوا رح يتحولوا لجيش من الزيتسو الابيض بعدها بنكتشف ان كاغويا اطلقت صراحة بعد الناس عشان ما يبقى الكوكب فارغ لكنها في نفس الوقت قامت بمسح ذكرياتهم عشان ما يتذكرون ايش صار بعدين بنكتشف ان كاغويا عندها ابنين جو امين هاقورومو وهامورو والاثنين حاملين لتشاكرا كاغويا وبسبب ان كاغويا بتطمع في التشاكرا كتير قررت انه لازم تسترجع تشاكرا الخاصة بها منهم وده عن طريق مواجهتهم عشان كده قررت اندمج مع الشجرة المقدسة وبكده صارت وحش الديول العشرة الجيوبي وده هو الوحش الاصلي بعدها استمرت مواجهتها لابنائها لمدة شهور لكنهم تمكنوا من ختمها لكن قبل ختمها قامت بصنع زيتسو الاسود وهو شيء عندها ارادة كاغويا وشرها سوتها عشان ينقذها بعدين بعدها بيقوم هاقورومو وهامورا بخشم تشاكرا الجيوبي داخل هاقورومو وبكده صار اول جين شيريكي وكمان بخشم ما تبقى من الجيوبي في صخرة كبيرة وتدعى ده التقنية بنت شباكو تنسي وده الصخرة صارت القمر في انيمي ناروتو بعدها بيقول هامورا لاخيه انها رح يروح للقمر عشان هناك يحرص امه كاغويا لكن هاقورومو قرر يضل على الارض عشان يدرب البشر على استخدام التشاكرا وهنا لقب بحكيم المصارات الستة عند البشر بعدها بنعرف انه قسم تشاكرا الجيوبي الى تسعة وحوش مديلة نعم الوحوش التسعة اللي كلنا بنعرفها وهنا بنشوف لما الوحوش كانوا صغار قال لهم هاقورومو انه رح يجي يوم ويتم حبهم من شخص زي ما كان هو بيحبهم بعدين بنعرف ان هاقورومو عنده ابنين اشورا واندورا اندورا هو الاخر الاكبر هو النابغة والدكي جدا وبارح في التلاعب بعناصر تشاكرا وكمان اختيرات تقنيات وهو مؤسس عشيرة الاوتيها وفي الجهة الاخرى عندنا اشورا مؤسس عشيرة الشه السينجو والاوزو ماكي اشورا كبر في ضل اخيه الكبير اندورا بسبب كونه بارع اكتر منه لكن اشورا كان شخص طيب كشير وبيحب مساعدة الناس وده الشيء اللي خلى هاقورومو يختار اشورا كحاكم بدل منه لكن اشورا قال ان اخوه الاكبر يستحق المنصب اكتر منه كونه دكي وموهو لكن هاقورومو اخبره انه منصب الحكم يحتاج لاشياء اكتر من الدكاء والموهبة بعدها هاقورومو بيعطي قوة المصارات الستة لاشورا وهنا بنشوف زيتسو الاسود بيظهر امام اندورا ويقوم باستغلال غيرته وكرهه لاخيه وابيه وبيش لاعب له برأسه عشان يواجه اخيه لكن بدون فائدة لان اشورا كان اقوى من اخيه اندورا ودخل اندورا ينهزم وينسحب وكمان يبدأ حروب هو واحفاده ضد اشورا واحفاده وقبل 64 سنة من ولادة ناروتو ننتقل الى الاحداث الاساسية في هذه الفترة حيث بدأت الحروب بين القبائل في انيمي ناروتو الكل بيقاتل عشان يسرق قوة واشياء زي كده واكتر عشيرتين كانوا بيتقاتلوا هذيك الوقت هم الاتيها والسينجو وبسبب كثرة الحرب بينهم وقلة المحاربين كانوا بيدموا اطفال صغار للحرب وبسبب الموضوع ده مات اثنين من اخوت هاشيراما وتوبراما على يد الاتيها بعدها بعشر سنوات يعني قبل 56 سنة من ولادة ناروتو هاشيراما وما دراء التقوا ببعض وصاروا اصدقاء بدون ما يعرفوا انهم اعداء وصاروا يتكلمون عن احلامهم حول مستقبل بدون حروب والاطفال ما يحتاجوا يتقاتلوا في الحرب ما دراء اخبر هاشيراما انها العالم يحتاج الى حاكم واحد اما هاشيراما فقالوا ان العالم يحتاج الى تحالف بين القبائل عشان يعمل السلام هنا بلاحظ ان هاشيراما بمثل اشورا وما دراء بمثل اندورا بعدها وبمدة قصيرة مادرا و هاشيراما اكتشفوا ان قبائل هم اعداء هاشيراما قال انه ما في اي شيء رح يتغير لسه بده السلام يعمل بين القبائل لكن مادرا وبسبب حقد عشيرته الكبير قال ان السلام مستحيل وبكذا انها علاقته مع هاشيراما وبذا القرار تمكن مادرا من ايقاد الشارنغال لاول مرة بعدها وفي نفس العام بعض من الشخصيات العجائز في انمي ناروتو اتوردش مثل عجوزة شيو ودانزو والهوكاكي الثالث هيروزين بعدها وبخمسين سنة قبل ولدة ناروشو نرى ان هاشيراما ومادرا بدأوا الحروف فيما بينهم وكمان ان هاشيراما ومادرا صاروا قائدي قبائلهم بعدها نرى ان هاشيراما والسنجو تمكنوا من هزم الأوتشيها وان اخو مادرا ايزونا مات على يد اخ هاشيراما توبيراما وعلى فراش الموت ايزونا اعطى لاخوه مادرا اعين الشارنغال الخاصة به الأوتشيها بيش بادلوا اعينهم وكأنهم بيش بادلوا بطاقات لعب يوكيو المهم الشيء ده سمح لمادرا بايقادة عين المانجيكيو الأبدية هاشيراما وبعدما هزم مادرا مرة أخرى عرض على مادرا السلام لكنها رفض بسبب ان اخو مادرا ماش مؤخرا على يد توبيراما هنا هاشيراما قرر انه راح يقتل نفسه لو كان دا راح يرضي مادرا ويخلي السلام يبدأ بينهم ودخل مادرا يغير رأيه ويختار السلام رفقة هاشيراما بعدها القبيلتين اتحدوا مع بعض وقرروا انشاء قرية كونوها وتم اختيار هاشيراما عشان يصير الهوكاقي هنا مادرا بدأ يشعر انه السينجو ممكن يحكم الأوتشيها بعدها بسنة وقبل 40 سنة من ولادة ناروتو مادرا استعمال الشارنغان عشان يقرأ لوح الأوتشيها وده اللوح تم توارته بين الأوتشيها العصور واللوح ده تم كتابته من طرف هاقورومو حكيم المصارات الستية بيحضر فيه من خطورة دسوكيومي اللانهائية والريننغان لكن زيتسو الأسود قام بالتغيير في الحجر وخدع الأوتشيها عشان يحاولوا الحصول على الريننغان مادرا بعدما قرأ الحجر عرف ان الحرب في كونها بين السينجو والأوتشيها هي دائرة من الحرب والسلام اللي راح تدلت تكرر وان السلام بين قبيلتين قويتين مستحيل وان عشان يعمل السلام للابد لازم القبيلتين يصير عندهم حاكم واحد فقط وده معناه ان واحد فيهم لازم يموت مادرا او هاشيراما بعدما مادرا قال الشيء ده قرر انه يترك كونها في دلوقت من الزمن تأسست القرى الأخرى من ناروتو زي قرية الرمل والأرض المهم القرى الخمس بعدها وب 43 سنة قبل ولادة ناروتو مادرا راجع لكونها وقرر انه لازم ينهي الأمر بينه وبين هاشيراما رجع وجلب معه قوة كبيرة زي الكيوبي اللي كان بيتحكم به وبعدما واجه هاشيراما لمرة أخرى وأخيرة خسر المعركة ومات على يد هاشيراما ومكان القتال بينهم صار معروف بوادي النهاية بعدما مادرا مات الكيوبي صار هائج وما في أي حد يتحكم به وده اللي كان رح يخليه يهجم على كونوها وبسبب ان هالكيوبي خطير ومن الخطر تركه يتجاوي زي ما بده قررت ميتو اوزو ماكي زوجت هاشيراما التطوع عشان يتم ختم الكيوبي بداخلها وبكده صارت اول جن شركي للكيوبي بعدها وقبل 35 سنة من ولادة ناروتو بتبدأ اول حرب نينجا هذه ما في ناروتو وبسبب ان هالكيوبي بين القرى غير متوازينة هاشيراما عشان يظهر نيتها الحسنة قرر انه يمسك وحوش البيجو ويعطي بعضهم للقرى عشان يظهر نيتها الحسنة في السلام بعدها هاشيراما بيموت في ظروف غير معروفة وبعدها توبي راما بيصير الهوكاكي التاني بعد اخيه هاشيراما توبي راما لما تولى الحكم كهوكاكي اضاف بعض الاشياء اللي يكونوها مثل الاكاديمية وامتحان التونل والشرطة العسكرية الخاصة بكونوها واللعين الهوتيها لتولى المهمة دي عشان يظهر نيتها الحسنة بينه وبين الهوتيها لكن اخذ الامر كايهانة لانه منصب زيدة ما بيليق بعشيرة زي الهوتيها بعدها وقبل موت هاشيراما اخبر هيروزين ساروتو بي انها راح يكون الهوكاكي التانيج وبعدها وقبل السبعة عشر سنة من ولادة ناروتو بيصير شيء عظيم كان سبب في تغيير قصة ناروتو للافضل وهو انه في مراهق قرر يفتح محل رامين اسمه ايتشيراكو رامين ويصير يصنع افضل رامين في العالم نعم بعتقد انكم كلكم عرفتوه من اكتر الاشخاص اللي عاملوا ناروتو بطيبوبا في نفس الوقت من الخط الزمني فتاة اسمها كوشينا اوزوماكي بيتم احضارها لكونوها عشان تدرس في اكاديمية كونوها وبسبب انها كوشينا كانت تعتبر شخص داخل على اطفال كونوها كانوا يتنمروا عليها كتير وفي نفس الوقت بناكتشف ان قرية السحابي المخفية امسكوا وحش الضيور الثمانية ومين ما بيعرفه؟ بعدما تم امساكه طفل ذو خمس سنوات بيصير الجن شركي الخاص به بعدها وبستة عشتر سنة قبل ولدت ناروتو بناكتشف ان تم ابادة عشيرة اوزوماكي وان كل النانجين منها اشخاص بيعيشوا في اماكن وظروف مختلفة وفي نفس الوقت تبدأ حرب النينجا الثانية العديمة بين القرى بسبب ان قرية المطر تقع بين ثلاث قرى فهي صارت ساحة قتال وهنا بنشوف واحد من اقوى الشخصيات في قرية المطر واسمه هو هانزو هانزو تمكن من هزم جميع افراد قرية كونوها وشارك فقط جيرايا وتسونادي وأوروتيمارو الثلاثة تشينوبي دول كانوا تلاميذ الهوكاكي الثالث ساروتوبي المهم وفي حرب النينجا الثانية جيرايا بيلاقي ثلاث أطفال يتامة والأطفال دول هم ناكاتو وياهيكو وكونا وبطريقة غير معروفة بنكتشف انه ماذا لا أعطى الرينينجان الخاص به لناكاتو وهو صغير والأمر ده هيتسبب بأحداث كثيرة في المستقبل في نفس الوقت بنكتشف انه جين شيريكي الكيوبي ميتو صارت عجوز وفي أيامها الأخيرة عشان كده بدأ بتجهيز كوشينا وزوماكي عشان تصير ثاني جين شيريكي الكيوبي بعدها بسبع سنوات وقبل عشر سنوات من ولادة ناروتو بيتم اختطاف كوشينا من طرف قرية السحاب المخفي عشان تشاكرها وقوتها الكبيرة كوعاء لوحوش البيجو لكن في واحد من أكاديميتها بيتدخل عشان يساعدها والشخص ده هو ميناتو ناميكازي واحد من أكاديميتها وتلميذ عن جيرايا وبكده ميناتو وكوشينا بيبدأوا في علاقة حب والتي تعتبر واحدة من أفضل العلاقات في ألمي ناروتو في نفس الوقت بنكتشف ان جيرايا بيترك الأطفال الثلاثة اللي وجدهم ناكاتو وياهيكو وكونان بعدما دربهم لمدة ثلاث سنوات بعدين بيشكلوا فريق اسبه الأكاتسكي والفريق دام مهمته القضاء على العالم وجلب السلام بطريقة شهم الخاصة وقبل أربع سنوات من ولادة ناروتو بيبدأ حرب النينجا التارتا بيكتشف ان ميناتو عنده فريق مكون من كاكاشي وأبيتو ورين بيواجه الأعداء في الخطوط الأمامية وفي دي الحرب ميناتو أثبت نفسه كنينجا عبقري وخارق وبكده تم تعيينه كهوكاكي رابع وكوشينا صارت ثاني جنشي لكيوبي وفي نفس الوقت قرر الزواج هي وميناتو ومن شيء أخرى فريق ميناتو المكون من كاكاشي وأبيتو ورين كانوا بيوجهه وقت عصير وبسبب الشيئة تعرضت أوبيتو لإصابة خطيرة خلته يمنح الشارنغا لصديقه كاكاشي بعدها كاكاشي ورين بيعتقدوا أن أوبيتو مات لكنه نجا بسبب مادرة اللي كان عجوز هديك الوقت بسبب نجاته من الموت أمام هاشي راما هو تفعيله لعين الإيزاناكي وبكده غير حقيقة أنه مات وراجع للحياة مرة أخرى هذه هي قوة تقنيات الإيزاناكي وبسبب حصولها على خلايا هاشي راما تمكن مادرة من تفعيله لعين الرينينغا وبكده صار بإمكانه إنشاء جيش من زيتسو الأبيض بعدها بيقوم مادرة بشفاء أوبيتو وضع عن طريق استبدال أماكن من جسمه وتعويضها بأعضاء من زيتسو الأبيض بعدها أوبيتو بيكتشف أنه تم مهاجمة رين من مجموعة نينجا وبكده أوبيتو بيطلب مساعدة زيتسو عشان يوديه لما كان تواجد رين بعدها بنكتشف أن رين كانت جين شركي لوحش الضيور الثلاث غصبا عنها وعشان كده طالبت من كاكاشي أنه يقتلها لو تم اختطافها عشان ما تستعملها قرى الأخرى كسلاح لمهاجمة كونوها لكن كاكاشي بيرفض مع ذلك رين كانت مصممة وقفزت أمام كاكاشي وهو بيوجه تقنية تشيدو للأحد الأعداء وبكده ضحت رين بنفسها لكن أوبيتو وصل في نفس اللحظة وشاهد كاكاشي وهو يقشل صديقهم رين اللي أصلا كان واقع في حبها كتير وده سبب صدمة لهم الاثنين وخلتهم يقوموا بإيقاد عين المانجي كيو الشارنغان بعدها أوبيتو بيقوم بقضاء على جميع النينجا وكاكاشي بيغمى عليه وبعدها أوبيتو بيرجع لمادارا وبيوافق يشغل ملعانا في خطة تسوكي يومي وبكده صار أوبيتو هو ماذارا وبدأ يشغل على خطته كمادارا وقبل ازدياد ناروشو بمدة ازدياد غارة من قرية الرميل وبكده صار جن شركي شو كاكو الديل الواحد وفي نفس الوقت ماتت أمه بعد ولادته وبكده نوصل لعام ولادة ناروتو في هذا العام الكثير من الأحداث صارت منها ولادة ناروتو ومنهاجمة أوبيتو لكونها رفقة الكيوبي اللي قام باستخراجه من كوشينا بسبب أن الخشم عندها كان ضعيف بسبب ولادتها لناروتو ميناتو واجه أوبيتو وهزمه وخلاه يهرب لكن دا خلال كيوبي يخرج عن سيطرة أوبيتو ويبدأ بشدمير قرية كوروها ميناتو قاتل الكيوبي وقال أن الطريقة الوحيدة اللي هزمه هي عبر ختمه والشخص اللي ممكن يختمه فيه حاليا هو ابنها المولود حديثا ناروتو لكن المشكلة أنه تاكرا الكيوبي كبيرة جدا على ابنه ناروتو عشان كده ميناتو قرر أنه يقسم تاكرا الكيوبي لأثنين النصف يخده هو والنصف الثاني يعطيه لابنه ناروتو وبعد تنفيذ الختم ميناتو وكوشينا بيموتو لأن الختم قتل ميناتو أما كوشينا ماشي بسبب ضرب الكيوبي للأثنين بإصابة قوية وبكده ناروتو صار يتيم وهو بيكبر بدون ما يعرف منهم أبويه الحقيقين أو حتى يعرف أنه كان جن شركي الكيوبي ودكا بيخليه شخص مكروه في القرية وغير مرغوب فيه وكمان ما كان عارف السبب بعدها هيروزين بيصير الهوكاقي الثالث مرة أخرى بعدما معت الهوكاقي الرابع ميناتو بعدها بسبع سنوات من ولادة ناروتو فوكاكو بعدما حاول يتفاوض مع حكام كونوها من أجل مصلحة الأوتيا الطرفين ما وصلوا لأي حل وده كان راح يتسبب بحرب بين كونوها والأوتيا لكن في شخص بيعمل من الدلال تدخل أمر إيتاشي أوتيها بإبادة عشيرته بالكامل إيتاشي وافق على طلبه لكن مع شرط واحد وهو أن أخوها الأصغر ساسكي يكون الناجي الواحد من العشيرة وما يقتله بعدها بيقوم إيتاشي بمساعدة أوبيتو بالقضاء على عشيرة الأوتيا بالكامل في أكثر مشهد حزين بالأنيمي ما ترك أي شخص حي منهم صديقته وأمه وأبوه بعدها بينصدم أخوه ساسكي من اللي صار وبيقول له إيتاشي إذا بدك تنتقم لعشيرة الأوتيا لازم تبلع قلبك بالحقد والانتقام عندها راح أواجهك بعدها إيتاشي بينضم للأكاتسكي كجيسوس ويبدأ بتسريب معلوماتهم ليكونوها بعد 13 سنة من ولادة ناروتو وده هو الوقت اللي بدأت فيه القصة بالأنيمي بعد 13 سنة من ولادة ناروتو ناروتو تمكن من التخرج من الأكاديمية وتمضمه للفريق السابع المكون من كاكاشي ساسكي وساكورا بعدها بيبدأوا أول مهمة لهم وهي عن طريق حماية شخص وتوصيله لأرض الأمواج بأمان لكن المهمة كانت أصعب مما توقعوا وده بسبب أنهم واجهوا واحد من أعضاء مستخدمي السيف السبعة واللي هو زابوزا مع مرافق أهل قوي هاكو بعد قتال طويل وصعب تمكن الفريق السابع من الفوز وهزمهم بعدها ناروتو وصاسكي وساكورا تمكنوا من النجاح بالمهمة وده أتح لهم فرصة أنهم يشاركوا في اختبار التونل بعدها ناروتو وصاسكي بيلتقوا لأول مرة مع أوروتيمارو بعدما ارتقوه ساسكي بيحصل على ختم من أوروتيمارو ويقولها أن الختم رح يزيد من قوته وإذا بده المزيد لازم ينضم لأوروتيمارو بعدها بيتمكن الاثنين من وصول المرحلة الأخيرة من امتحان التونل من جهة أخرى وفي نفس الوقت قرية الرمن بيهاجم كونوها في اتفاق مع أوروتيمارو اللي خان قرية كونوها وقرار مواجهة معلمة ساروتوبي اللي تمكن بعدها من قتله وفي نفس الوقت من جهة أخرى ساسكي بيقاتل قارا جن شركي الدين الواحد وبعدها ناروتو بيجدخل ويكمل القتال واحد ض واحد مع قارا وناروتو بمجهود كبير بيتمكن من هزم قارا بعدها وبعدها إقامة جنازة للهوكاقي التالج هيروزين ناروتو بيتقي مع تلميد ساروتوبي هيروزين واللي اسمه جيرايا جيرايا أخبر ناروتو أنه رح يدربه لكنه محتاج يروح معاه للبحث عن تسونادي وتسونادي هي حفلة الهوكاقي الأول هاشيراما وهي الشخص الوحيد المؤهل عشان يصير الهوكاقي الخامس في ذاك الوقت وبعدها بنشوف أنه ناروتو بدأت تدرب على تقنيته الأسطورية الراسينغا وبعدها بنشوف أنه جيرايا وناروتو وتسونادي مع رفقتها تشيزوني بيلتقوا مع أوروتشيمارو ورافيقه كابوتو وبيضطروا لقتالهم لكن فريق ناروتو بيفوز وبعدها بتصير تسونادي الهوكاقي الخامس من جهة أخرى بنشوف أنه ساسكي لسه بيسعى للانتقام من أخيه إيتاشي وما بيعجبه طريقة حصوله على القوة مع الفريق السابع لأنه لاحظ أن ناروتو بيصير أقوى منه عشان كده بيقرر مغادرة كونوها ورفقة أتباع أوروتشيمارو المدعوين بالصوت الأربعة بعدها بيتم إرسال فريق لاسترجاع الساسكي وبعد عدة قتالات بين الفريق وتابعي أوروتشيمارو ناروتو بيتمكي من الوصول لساسكي وبيلاقيه في وادي النهاية الساسكي بيخبر ناروتو أنه بدي يتركونها وراح يروح عند أوروتشيمارو عشان القوة بعدها بيتقاتل الاثنين وساسكي بينتصر على ناروتو فضل ختم أوروتشيمارو لأعطاه قوة كبيرة بعدها بنشوف أن ساسكي راح لأوروتشيمارو وأن أوروتشيمارو همه الوحيد هو أخذ جسم الساسكي للحصول على الشارينغات وبيبدأ تدريبه مع الساسكي وفي الجهة الأخرى ناروتو بعدما فشل في استرجاع ساسكي بيروح في رحلة التدريب مع جيرايا واللي راح تكون مدتها ثلاث سنوات بعد 16 سنة من ولادة ناروتو ناروتو بيرجع لكونها بعد انتهاء تدريبه مع جيرايا وبيكشف أن ساكورا صارت تونين وصديقه نيجي صار تونين وبيعرف كمان أن قارا صار كازي كاقي قرية الرمل والشي داخل له هدف سهل للأكاتسكي لأن الأكاتسكي مهمت من يجمع وحوش البيجو وقارا كاكازي كاقي لازم يحمي قريته ودخل الأكاتسكي تقبض عليه بسهولة بعدما تم امساكه قاموا باستخراج وحش الدين الواحد شي كاكو منه وده سبب بموت جارا لأنه لو الواحد خرج من صاحبه صاحبه بموت لكن بعدين بيتم إنقاذ جارا من طرف الجدة شيو اللي ضحش بنفسها عشان تعيد إحياء جارا في نفس الوقت واحد من أعضاء الأكاتسكي ساسوري بيتم القضاء عليه من قبل ساكورا والجدة شيو وده حصل قبل ما تلاحب نفسها بعدها بمدة قصيرة شخصين جديدين بيندموا للفريق السابع وهم ياماتو ووساي بعدها بيروحوا رفقة ناروتو وساكورا لإيجاد ساسكي وفي نفس الوقت بيلتقوا مرة أخرى مع أوروتيمارو وبعدما ركا قوية بين ناروتو وأوروتيمارو ساكورا وناروتو بيلتقوا بساسكي في نفس الوقت ساسكي بيخبرهم أنه ما عاد بده أي شي يجمعه مع كونوها أو حتى فريقه السابق بعدها كونوها بتقرر أنها تراقب أي تحرك من الأكاتسكي لو حاولوا إمساك ناروتو أو شيء زي كده بعدها بيتمكن بعض النينجا من كونوها من إيجاد شخصين من الأكاتسكي وهم هيدان وكاكوزو لكنه بسبب قوتهم الكبيرة بيتمكنوا من قتل ابن الهوكاكي التالج هيروزين واللي هو آسوما بعدها بيتمكن شي كامارو من هزم هيدان واحتجازه تحت الكثير من السخور وناروتو بيتمكن كمان من هزم كاكوزو بتقنيته الجديدة راسين شيريكن وكاكاشي بينهيه بالدرب الأخير في نفس الوقت ساسكي بيقرر يواجه أوروتيمارو ويقتله عشان عرف عن مخططاته وبيروح ساسكي عشان يجمع فريقه الجديد اللي اسمه هيبي بعدها بيواجه ديدارا اللي بيتغلب عليه بصعوبة بعدما ديدارا فجر نفسه وبعدها بيروح عشان يواجه أخيه إيتاشي اللي كان في حالة صعبة بسبب المرض لأنه كان مريم وساسكي بيتغلب عليه لكن بصعوبة بعدها بيعرف حقيقة أخيه وأن كل اللي عمله كان عشانه وده بيتسبب بصدمة ساسكي خلته يوقع عين المانجيكيو شارينغا بعدها بسبعة عشر سنة من ولادة ناروتو جيرايا بيروح لقرية المطر عشان يجمع بعض المعلومات عن الأكاتسكي وخلال بحثه بيلتقي بتلاميذها اللي دربهم من قبل كونان وناغاتو ويموت على يد ناغاتو بعدها بيصل الخبر لناروتو اللي كان بيعتبر جيرايا زي واحد من عائلته والشي ده بيخلي ناروتو يفكر في التدريب عشان يصير أقوى لمواجهة الأكاتسكي بعدها بيروح لجبل ميوبوكو وهنا بيتدرب على طور الناسك رفقة الدفتح الحكيم وبينجح في إتقانه لكن في نفس الوقت بيكتشف أن بيين هجم على قرية كونوها ودمرها بالكامل ودعا عن طريق تقنية شينرال تنسي هون ناروتو بيتصدى لبين وبعد سراع طويل مع بين ولقاء ناروتو مع أبي ميناتو اللي كان ترك بعض التشاكرة في ناروتو عشان لو فقد السيطرة على الكيوبي وحاول يكسر الختم بيحضر المهم بعدها بعد التشجيع من أبوه ميناتو ناروتو بينجح بهزم بين وبيقنع ناغاتو المستخدم الحقيقي للرينينغان والمتحكم في جميع نسخ بين عشان يستسلم ويعيد إحياء كل اللي ماتوا ويشق في ناروتو وبأنه رح يجلب السلام للعالم بعدها وفي نفس الوقت تقريبا ساسكي مع فريقه بقاررة يجم على كيلربي عشان ياخدوا منه وحش الدول التمانية زي ما عمل ديدارا مع غارا بعدها بيقدموه للأكاتسكي لأبيتو قائدهم لكن ساسكي وفريقه بيفشروا في إمساك كيلربي بعدها ساسكي وفريقه بيجموا على مقر تجمعوا الكاقي الخمس وهون بيعلن أوبيتو اللي يسمي نفسها ماضرة على حرب النينجا الرابعة العظيمة بعدها بنكتشف أن هدف ساسكي من الهجوم على الكاقي هو دانزو وبعدما بيواجهه ساسكي بيتمكن من قتل دانزو اللي كانت له يد كبيرة بإبادة عشيرة الأوتها بعد كترة القتالات اللي خادها ساسكي مؤخرا بيتصاب بعمى في عينه ودان اللي خلاه يأخذ أعين أخوه إيتاشي والشيء دا منحه مانجي كيو شارينغان أبدي من جهة أخرى والسعدادة لحرب النينجا الرابعة ناروتو بيبدأ تدريب رفقة كيلربي على التحكم بتاكرا الكيوبي ودان خلا ناروتو يواجه الكيوبي عشان يأخذ تاكرا وتسير ملكه هون ناروتو لأول مرة بيتقي أمه كوشينا اللي ساعدته كتير في هزم الكيوبي ودان اللي سمح لناوتو بالحصول على تحول جديد واللي هو طور تاكرا الكيوبي بعدها آخر أعذاء الأكاتسكي اللي هم كونان وكيسامي بيموتو وبعدها أوبيتو بيأخذ عين الرينينغان من ناكاتو استعدادا لحرب النينجا الرابعة اللي بدأت الضحين حيث رح يواجه تحالف النينجا من الدولة الخمس جيش ديتسو الأبيض وبعد أقوال تينو بفعالم ناروتو ومنهم ماذا رأتيها اللي تم إعادة إحيائهم بتقنية تدعاء الإيدو تنسي ومنهم كمان أبقارا اللي بيتقي ابنه وبيضور بينهم حديث وقتل ومن جهة أخرى ساسكي بيتقي إيتاشي اللي تم إحيائه كمان وساسكي بيطلب من إيتاشي يشرح له كل شيء لكن قبل ذا لازم يواجهه كابوتو مساعد أوبيتو اللي هو صاحب تقنية الإيدو تنسي بعدها بيهزموه وإيتاشي بيشرح لساسكي كل شيء وبعدما هزموه بيتم إبطاء تقنية الإيدو تنسي وبيتم إحياء أوروتي مارو عشان هو أصلا ما بيموت هون أوروتي مارو بيقوم بيستدعاء الهوكاقي السابقين الأربعة بتقنية الإيدو تنسي عشان يساعده ناروتو في الحرب لكن قبل كل ذا ساسكي بيطرح بعض الأسئلة على الهوكاقي ومن إجابتهم ساسكي بيقرر يترك الأكاتسكي وينضم لصف ناروتو وبيخبرهم أنه رح يصير الهوكاقي ويشتغل على طريقة أخوه إيتاشي ومن جهة أخرى وبيتو بينجح بالحصول على تشاكرا جميع الوحوش التسعة والشيء ده خلل يستدعي وحش الديول العشرة اللي اسمه الجيوبي واللي تسبب بيموت واحد من أصدقاء ناروتو اللي هو نيجي بعدها أوبيتو بيقوم بختم الجيوبي بداخله وبكده بيصير جين شيريكي العشرة أديول بعدها وبعدما إنضم ساسكي لناروتو وواجهه أوبيتو أخيرا تمكنه من هزمه لكن هون زيتسو بيتدخل ويخلي أوبيتو يستعمل تقنية إعادة الإحياء عشان يعيد ماضارة جسمها الحقيقي بعدها ماضارة بيصير هو كمان جين شيريكي الجيوبي وبيحصل على قوة كبيرة من التور دا لكن هون بيتقدم شخص من صف ناروتو وكمان صديق كاكاشي واسمه هو مايتو غاي وبيفعل البوابة التامنة اللي بتخليه يجاري قوة ماضارة ريتما يصل ناروتو أوساسكي اللي هما كمان حصلوا على قوة من عند حكيم المسارات الستة اللي رجع على شكل روح عشان يساعد ناروتو أوساسكي بعدما لاحظ أن ناروتو بيجسد ابنه أشورا واساسكي بيجسد اندورا كمان لكن مع كل قوة من الجديدة ساسكي وناروتو بيفشلوا بإيقاف ماضارة اللي بيتمكن بعدها من تفعيل تقنية التسوكيومي الأبدية لزي ما قلت لكم بتحث سكان الكوكب بأكملهم تحت الوهم لكن مو كل شيء بيصير زي ما ماضارة كان مخطط له لأن زيتسو الأسود بيخون ماضارة وبيعطيه ضربة من الخرف بتخليه يخسر تحكمه بقوته وده سمح بإعادة إحياء كاكويا مرة أخرى وهون بيتكرر الأمر زي ما حصل في أول مقطع كاكويا بيتتمكن من خلال ماضارة من وضع جميع تحت سيطرتها مع ذا الفريق السابع وأوبيتو وهون ناروتو واساسكي بيقرروا يختموا كاكويا مرة أخرى عن طريقة من الشمس اللي عند ناروتو والقمر اللي عند ساسكي والأختم دي حصلوا عليها من حكيم المسارات السيتا بعد قتال طويل مع كاكويا في عدة أبعاد وبعدما مات أوبيتو اللي ذحب نفسها عشان ينقذهم بينشحوا بهزمها وختمها كمان هي وابنها زيتسو بعدها ساسكي بيعلن أنه رح يصير لهوكاكي وأنه رح يغير نظام عالم تينو بالحالي وذا عن طريق ختم جميع وحوش البيجو وكمان قتل جميع الكاكي الخمس لكن ناروتو بيرفض الفكرة وذا بيخلي ناروتو واساسكي ياخدوا آخر قتال لهم والخاسر يتزوج ساكورا أمزح أمزح المهم بعد قتال طويل بين الاثنين ناروتو بيتمكن من هزم ساسكي بصعوبة عشان هو كانت عنده نية استعدة ساسكي عكس ساسكي اللي كانت عنده نية قتل ناروتو بعد قتال منهك وطويل ناروتو واساسكي بيستعملوا الراسينغان والتيدوري اللي بتسبب لهم بقطع يدهم وبيلاقوا أنفسهم بيد وحدة لكنه بسبب أن ساسكي ما فاز فخلاص قرار يرجع للقرية ويستسلم لناروتو وبكذا أنقضوا عالم تينوبي عن طريق فك تقنية السكيومي الأبدية وبعد 18 سنة من ولادة ناروتو يعني بعد عام الأحداث اللي صارت في الحرب كاكاشي بصير الهوكاك الثالث وبعد 20 سنة ناروتو بيتزوج هناتها وبعدها بـ 25 سنة ناروتو بيحقق حلم تفورته وهو أنه صار الهوكاك السابع لقرية كونوها وده هو الخط الزمني لأنيمي ناروتو مع أهم الأحداث اللي صارت فيه يعني أنت كده شاهدت قصة ناروتو من بداية كل شيء إلى نهاية قصة بطل الأنيمي اللي هو ناروتو وبصراحة المقطع ده أشعب نكشير وأنا مصرور أني أول شخص في الوطن العربي ومن صانعي محشو أنيمي ناروتو اللي يسوي ملخص لأنيمي ناروتو مع أحداث مرتبة زي كده فهاش مانا منكم تفجروا اللايكات وكمان تنضموا لعائلة الهوكاكي اللي صار عددها 20 ألف عشان كده أحجز ميكانيك من الآن وبس أشوفكم في المقطع الجاي اللي راح يكون على المراجعة مانغا ساسكريت سودان وسلام